اشتركوا في القناة معي بقى هنا اول حاجة في المكونات بتاعتي كوباية اللي ربع من السكر البودرة ومعي نص كوباية زبدة طرية ومعي بيضة بدرجة حارة الغرفة وحط عليها كيس فانيليا ومعي ربع كوباية من الزيت ومعي هنا كوباية 2 دقيقة طبعا ممكن ديق يزيد عن كده حسب الوصفة ما نشوف معينا ومعي نص معلقة من بيكين بودر مبدأين كده معي كوبايتين ديق ومعلقة كبيرة من النشا ومعي معلقتين كوبار كاكاو ومعي بقى هنا معلقة كبيرة من نص كفير خان سادة مدوبة في معلقتين مياسوخنا دوبتهم كده وسبتهم يبرد عشان استخدمه دي المكونات اللي معي هنسمل لكده ونبدأ اول حاجة هنا معي طبق هنزل فيه بالسكر بودرة بتاعي وهنزل بقى السكر بنص كوبات الزبدة اللي معي هقلب بقى الزبدة والسكر مع بعض هحاول بس كده ادوب الزبدة كده مع السكر انا كده قلبت الزبدة والسكر مع بعض شوية هنزل عليهم بقى بالزيت اللي معي وقلبهم بقى كويس مع بعض يقلب فيهم كده حوالي خمس دقائق لغاية ما الزبدة بتاعتي تفتح معي كده وتبقى كريمي لو حابت اشتغلي بمضرب كهربائي ماشي انا اشتغلت في الوصفة بمضرب يدوي اللي رياحت لو عايز تستخدم مضرب كهربائي مفيش مشكلة هقلب فيهم كويس كده غاية ما الزبدة تفتح معي زي ما انت شايفة كده الزبدة بتاعتي فتحت معي وبقت تمام وكريمي انزل بقى عليها بالبضل معي اللي عليها رشد فانيليا ولبالبا كويسما الزبدة ثابت خلاص كده البدا بتاعتي تقلبت كواس مع الزبدة هنزل بقى بمعلقتين سكافيلا انا مدوبها في معلقتين المياه وهقلبها كواس مع الخليط بتاعي خلاص كده نقلبتك واسمع الخليط بتاعي والخليط عندي بقى جهاز خلاص هرفع بقى المضرب منه وكده الخليط عندي جهاز هبدأ بقى انزل بالمكونات اللي معي هنزل بقى بقى كوبات دي اللي عليها رشد بيكين بودر وهنزل بالنشا طبعا الدي ده منخول والكاكاو اللي لو اديه اللي معي دول انا نخلاهم وهبدأ هقلب بقى قبل ما اضيف الديه التاني اللي معي هقلب كده في الاول ادي يا جماعة ننزل بيه بالتدريج ما نحطوش مرة واحدة ونشوف العجينة ممكن تحتاج كوباتين او اكتر حسب ما بتحتاج كل دي بيختلف نوع من التاني هقلب كده واحدة واحدة واشوف انا هدف معي معلقة صغيرة من البن ده بن سيدة لو انت حابة ادي فيها دي اختياري حابة ادي فيها دي فيها مش حابة خلاص مش لازم انا هدفت نص معلقة من البن كده بتديله طعم حلو جدا انا كده قلبت اول كوباية طبعا عجينة لسه طريق خالص هدف بقى معي دي اللي معي التاني هنزل كده برضو شوية 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 واقلب هشوف كده لغاية لما العجينة تلم معي خالص هنا بقى ادي في بقية دي كله اللي معي وهقلب برضو العجينة عشان هي لسه طريق كده لغاية الوقت احنا حطينا كوبايتين دي اللي كانوا معينا هنقلبها بقى كويس عجينة البسكوت طبعا ما بتبقى متماسكة ما بتبقاش طريق هقلب في كده كويس لغاية ما ايدخل دي كله في العجينة اللي معي كده انا قلبت العجينة وقMom solutions دي اللي كانت طريق فريقا دي اللي لسه شوية ربايةouvertان eastern unsin حط معلقة بمعلقة كده احط معلقة وقلب وشوف ربğin انبوابها كده كويس ادخل دي في العجينة لاjazد انا كده نص كوبايت تانية من الدي اخد منها معلقة معلقة لغاية ماomp �tha Fox البعاية هتحتاج معي قدي احط معلقة كمان ودخل كده دي في العجينة معلقة خريقا part test خلاص كده انا شلت المعلقة لمعايا وبرضو العجينة معايا لستطرية شوية هحط بقى بقية الايه نص الكبات ديه لمعايا وهقلب بقى الباسكوت يا جماعة ما بيتعجنش منقلب كده بالراحة من تحت الفوق كده ونحاول ندخل ديه في العجينة ما بيتعجنش خلص بالراحة كده بنقلبه بالراحة هلمي بقى العجينة كده كده لمعايا هي كده العجينة احتاجت معايا كوبيتين ونص من مدين ممكن تحتاج معاك كوبيتين من كوبيتين لتلاتة حسب نوع ديه اللي عندك كده العجينة المقادنين معايا خدت كوبيتين ونص من مدين خلاص كده العجينة بدأت المعايا مش هنضيف لها اي دي تاني هيختبر كده العجينة باخد حتة كده على ايدي وكورها كده لقيت العجينة نعمة معي ما بتشققش بخلص كده البسكوت معي جاهز انا هنا فضيت العجينة بتاعتي في طبق وسبتار تحت كده ربع ساعة في التلاجة وهبدأ بقى اشكل فيها جبت الصينية معي مش مدهونة اي حاجة عشان تبع البسكوت في زبدة فمش احتاج ندى اي حاجة في الصينية هعمل طبعا كور صغيرة خالص وبعدين كده بيصبعي كده ايه بحاول ان انا ايه اخليها طويلة شوية نفس شكل حبات القهوة على قد ما تقدر يصغري بيبقى شكله حلو جدا وصغير بنكور كده في الاول وبيصبعي كده بنروحة ماشي عليها كده لفوق شوية وخلص بس كده نفس شكل حبات القهوة معينا ما شاء الله العجينة جميلة جدا وممتازة هنا كده بالمعلقة هتديها خط كده في النص بمعلقة كده بضهر سكينة بنديها خط كده في النص عشان يدينا نفس شكل حبات القهوة معينا هعمل كده معك واحدة كمان هتكورها كده بنفس الشكل كده بزباعك بالروحة كده خالص وبالمعلقة ترحي مجيها ايه في النص كده ايه بالروحة خالص متنزلش للاخر علامة كده بالروحة في النص هكمل بقى كمية وارجعلكم هنا خلاص خلصت كمية كلها لمعي هدخاله بقى الفرن بتاعي على درجة حلبة متوسطة لغاية ما يستيه معي طبعا تلاحظيه عشان هو طبعا غامق تغذي بالك منه عشان تسيه انا لسه معيه طبعا عاجنة تانية هكمل بقى تشكيلها في صانية تانية وسوي كمية كلها وارجعلكم هنا خلاص هقول بسكوت خرج معايا من الفرن اول ما بيخرج من الفرن انت بتحس ان هو تاري شوية بس بيه برد خالص وبيبقى ناشف جدا زي اي نوع بس كوي ما شاء الله جميل جدا نفس ما شكلناه ما نفشش ولا اي حاجة ما شاء الله تحفى مجربين شاء الله يعجبك هنا بقى انا بسيبتي البسكوت بتاعي يبرد عشان انا هزينه بالشوكولاتة الخطوة دي اختياري ممكن تعمليها وممكن تعديم البسكوت سادا كده معي الشوكولاتة غامقة مسيحية على الحمام بخور ومعي الشوكولاتة بيدة مسيحية برضا على الحمام بخور حطاف كوباية كده وبنزل فيها بالبسكوت بتاعي ممكن تزينيها كلها تنزلها كلها في الشوكولاتة او نص كده من فوق كده او نص من الجنب زي ما انت عايزة زي ما انت شايفة كده حابة تقدميه سادا زي ما هو ليه هيحيك بس هو مع الشوكولاتة بيبقى جامل جدا هبدأ كده زي البسكوت بتاعي بالشوكولاتة كده بعد كده بقى سيبه يبرد خلص على ورق الزبدة لغاية ما الشوكولاتة تنشف معي وبعد كده نقدم اول بسكوت خلاص بعد ما خلصت الكمية كلها زي انت كده بالشوكولاتة بيضا والشوكولاتة غمقى وفي جزء عملت عليه خطوط كده بالشوكولاتة البيضا والغمقى وجزء سيبتو سيدا جميل جدا ومشاء الله كباتين دي او كباتين ونص عملوا معي كمية جميلة جدا تقدر تقدميه ديوفك جمب كبات قهوة جمب كبات نسكة فيه ما شاء الله تحفى جربو ان شاء الله يعجبكم ياريت بقى متنسليش بقى بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان وصفاتي توصلك اول باول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته